قام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بزيارة إلى مركز تدريب مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية في المنامة بإمارة عجمان رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ انهيان بن زايد آل انهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل انهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والمسؤولين وخلال الزيارة التقى سمو ولي عهد أبو ظبي أبنائه الملتحقين بالخدمة الوطنية والاحتياطية وتفقد برامجهم التدريبية واطلع عن كثب على مستوى ما تلقوه من تأهيل وما اكتسبوه من مهارة ميدانية ونقل سمو ولي عهد أبو ظبي خلال لقائه بالمجندين تحياتي صاحب السمو والشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله لهم واعتزازه بتلبية شباب الوطن لنداء الواجب عيال بلادنا أدرى بالمسؤولية اللي عليهم وهم اليوم جيل جديد يخدم في مجال أمن واستقرار دولة الإمارات اللي يهمني في موضوع عيالنا وبلادنا أن الاحتمام والحرص على إتقان عملهم اللي يقومون به وأنا أريد أكد اليوم اللي شفته في فترة تدريب بسيطة جدا وما تعدى شهرين تقريبا شفت في عيونهم أنهم رهان عليهم مرضية رهان في محلة وهم قد المسؤولية وكان برنامج الزيارة قد تضمن إجازا عن مراكز تدريب الخدمة الوطنية بعدها انتقل سمو الشيخ محمد بن زايد آل هيان في جولة إلى مختلف ميادين ومواقع التدريب للمجندين وحرص سموه على التحدث مع أبنائه المتدربين معربا عن سعادته برؤية شباب الخدمة الوطنية ومهاراتهم العالية التي أبدوها في استخدام صنوف الأسلحة والكفاءات المتميزة في التدريب والانضباط أنا جدا سعيد بوجودي عند عيال بلادي عيال زايد عيال خليفة الله حافظهم اللي فرح نبه اليوم أن حسنا في انضباط شفتم أن معنويتهم معاليهم متشجعين الله يحفظهم لبلادهم حفظهم لهلم ويحفظ بلادنا إن شاء الله كلمات تحمل في مضمونها العديد من المعاني التي تأكس تلاحم القيادة مع الشعب وذلك في سبيل بناء ورفعة الوطن والمواطن وفي نهاية الجولة قدم سموه الشكر إلى كافة المدربين في ميادين الخدمة الوطنية والتقدير والعرفان للأسر والأهالي لوقوفهم المشرف خلف أبنائهم داعمين ومشجعين مثمنا سموه دور الجهات الحكومية والخاصة التي تفهمت ودعمت رؤية الدولة بشأن تطبيق الخدمة الوطنية لموظفيها فهم شركاء العمل الوطني ترجمة نانسي قنقر